اهلا بحضراتكم من جديد جي الوقت اللي كل الاسر المصرية بتبقى مستنيا وهو وقت الاوكازيون الصيفي الاوكازيون ده بيشارك فيه عدد كبير جدا من المحلات بيعملوا تخفيضات على كتير من السلع والمنتجات وده بيكون وقت مناسب جدا لكتير من الناس اللي حابين انه هما يشتروا منتجات بجودة عالية وبسعر ما يكونش غالي هنعرف تفاصيل اكتر عن الاوكازيون ده من خلال ضفنا لمنوارنا في الستوديو استاذ احمد ابو الفضل مدير عام الادارة العامة للشؤون الرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين اهلا بحضرتك صباحك صباح الورد اهلا بحضرتك وجميع سادا مشاهديني فانا خلينا في البداية نعرف مشاهديني ايه الهدف من الاوكازيون احب اقول الاول كل عام وحضرتكم خير بمناسبة عشورة النهاردة حضرتك طيب وبرده كل عام وحضرتكم طيبية بناسبة بدء فعليات الوكازيون الصيفي الهدف من الوكازيون ده احدى الادوات الاقتصادية اللي بتعملها دائما وزارة التموين كل عام مرتين لوكازيون شتوي ولوكازيون صيفي الهدف منه طبعا هو تحريك السوق وتنشيط حركة التجارة الداخلية والهدف التاني الاهم بقى هو تخفيف العيب عن كهل الاسر المصرية ده باختصار شديد جدا الهدف من الوكازيون سواء صيفي او شتوي طب السنة دي يمكن برضو فيه يعني تحديات في السوق بالشكل العام بسبب طبعا كل الوضاع والظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله فأبرز التحديات دي وزاي الاوكازيون ده هيقدر يواجه هذه التحديات وكمان نسبة التخفيضات بالشكل العام طب خلينا نتفك على حكا فيه تداعيات سلبية اثرت على العالم كله واقتصادية العالم كله بمناسبة وجود الحرب اللي هي الروسية الاوكرانية اللي كانت جايك من بعد كورونا اساسا وده غير كورونا كمان يعني ده دي كمان حاجة تانية كمان احدى الازمات اللي بيوجيها العالم اليوم يعني وباعتبر ان مصر هي جزء من العالم فهي شيء طبيعي انها لازم تتأثر ولكن الحكومة ومسالف الدولة عملت حزمة اجراءات شديدة جدا هدفها سبات الاسعار عدم المواطن المصري بحيث ان ما بيفيش تعليات قوية جدا يقدر تحملها المواطن المصري البسيط دي برضه ومنها برضه حتة الاوكازيون الصيف وشت وده برضه احدى الادوات اللي بيستخدمها الدولة في تخفيف كاهل العيب عن سادة المواطنين الاوكازيون عموما حرارك بتبقى فيه الهدف منه برضه عند السادة التجار تصريف المخزون عنده وهي على فكرة بالمناسبة هي ثقافة انجليزية وان كانت هي كلمة فرنسية الهدف منه طبعا التخلص من الراكد النسب الاوكازيون هي بتطراح دايما ما بين 20% و50% ممكن تعلى حاجة بسيطة تمام؟ فاللي بتبقى النسبة الاوكازيون العالية ديت انا بطالب بس سادة المواطنين ما يقلقوش منها لا ده دورت بيبوا ناس واخدين شرائع عالية جدا وكذبوا من البضاعة بقيتهم ديت في خلال فترة اللي هي قبل الاوكازيون فما فيش مشاكل عنده انه يقلل هامش الراكد بتاعه بحيث ان يقدر يصرف المرزون الراكد اللي عنده في فترة الاوكازيون فبقى دي برضه من خلال برنامت حضراته الاسعار العالية او النسبة العالية هل تخفيضات اللي هي نسبتها عالية تحس انه مثلا في مشكلة في البضاعة يعني او كده؟ في ناس بتاعي لا فعلا من المنظر ده ولكن لا هي الناس دي بتبقى معظمة حقيقة جدا ولكن هو المشكلة بتبقى مش مشكلة هي بتبقى الهدف منها انه هو راجدك انه اخد شرائع عالية جدا فباع فكسب فما فيش عنده مانع انه يقلل هامش الراكد شوية في خلال فترة الاوكازيون طيب يعني التخفيضات بتوصل لكم في المياه ممكن الناس كتير عايز تعرفوا موضوع ده هي السواد الاعظم من التخفيضات اللي احنا بنشوفها دي اما مرسوطة في السوق بتتراحها بين 20% ل50% سعودة مهبوطة لكن ببقى معظم الاسعار بتبقى ونسبت في الرنج ده ممكن ترسل 15% 55% 60% لحد دلوقتي عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون كام؟ وهل ده متوفر في جميع محافظات الجمهورية؟ بالطبع فاندي هو عدد المحل المشاركة حتى الوقت اللي انا مع حضرتك في دلوقتي 500 محل تمام ده كافي يعني ده؟ لا 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 ده هيزيد لسه هيزيد ده ده لسه في اول يوم ده احنا لسه منقول باسم الرحمن الرحيم هو مستمر الامتة؟ لمدة شهر حضرتك من 8 ولمدة شهر المناسبة برا حريك من حق التجار انهم تقولوا في اي وقت خلال الشهر ده في الاوكازيون لان في بعض الاقول المقصورة برضو بيقول لك لا ده خلاص طالما الاوكازيون بدأ مش من حق التاج ان هو يدخل لا لا بالعكس انت تدخل في اي وقت خلال كذلك وليك اسبوعين صبع اسبوعين في الاول اسبوعين في الاخر اسبوعين في النصف من حق فاتسادة الجار ما يلقوش منها خالص بيعمل ايه عشان الحبيب يشارك؟ طيب هو مالوش غير حاجة واحدة بس حدوك ويتوجه لأقرب مدرية تموين تابع لها صبع القاهرة جيزة اي مدرية هو تابع لها المحل المدجر او المدجر بتاعه في خلال فترة وجيزة جدا بياخد التصريح بس يكون معا حراك استجيل التجاري صورة البطاقة بتاعة صاحب المحل الهدف من استجيل التجاري دوت ضمان ان هذا المحل داخل في الاقتصاد الرسمي وليس الاقتصاد الموازي يعني ما ينفعش واحد باقي متجول قاعدة رصيف قديله اوكازيون استحالة ان دوت اقتصاد موازي بيدرب الاقتصاد الرسمي للبلد عشان كده احنا دايما حرسين ان التاجر اللي بيدخل لازم يكون داخل ضمان الاقتصاد الرسمي للبلد هل الاوكازيون مقتصر فقط على الملابس ولا فيه سلع اخرى كمان هينطبق عليه هذا الاوكازيون هو جميع الانشطة التجارية متاحة انها تدخل في الاوكازيون ويمكن بس الفكر الساعد عند جمهور المستهلكين ان الملابس هي بس والمنسجات هي اللي بتدخل في الاوكازيون لا يا فندم هي مقولة مش صحيحة اي نشاط تجارة وعلى سبيل المثال اجهزة قرابية داخلة ادوات منزلية داخلة سجاد ومكت مصنوعات جلدية كل دي انشطة تجارية من حقوق من المدخله ضمن فعالات الاوكازيون الرقابة بتتم ازاي فندم؟ يعني حضارك اشارت انه فيه تسجيل وفيه يعني لازم انه اصحاب المحلات التجارية تروح تسجل لكن برضو اكيد دي طريقة من طرق الرقابة انما برضو الرقابة العامة على كل المحلات التجارية وفيه حضارك اشارت انه المحلات التجارية كتيرة جدا وفي محافظات وفي كل محافظات مصر فبيتم ازاي هذه المراقبة؟ انا اشكرك على السؤال ده فندم احبا باستطمر السادة المواطنين ان الحامات الرقابية مستمرت طوال العامة ولكن بيتم تكسبها في خلال مناسبات معانا في مصر وهو ما اكثر هزا المناسبات ومنها على سبيل المثال الاوكازيون اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا بصدده وفي الاعياد الاعياد الصغير واعيد الفطر واعيد المبارك واعيد الاخر المسائيين اعيد شام النسيم كل ده مناسبات تشخدها جمهورية مصر العربية فما بالحرك بقى احنا اعتبر وزارة حالة طوال العامة من اجل تكسيف الحملات ومن اجل حماية المستهلك احنا حالين دلوقتي فيه حملات صباحية وحملات مسائية السادة المفاتشين على دراية وعلى خبرة تم جدا بكافية التعامل مع اي تجاوز بيحدث في السوق لكن السادة التجارة اللي ارتضى انه يعلي النسبة اللي هو حطها وده على فكرة بمحضة اردته الدولة والوزارة ليس لها دخل في تحديد النسبة اللي هو عايزها ولكن طالما ارتضيت ان حرائك حطيت النسبة دي يجب ان تلتزم بيها بمعنى ما دخلش لها حرائك نسبة لها نسبة وهمية ده بيعرضك العقوبات غليزة جدا بحكم القناة العقوبات دي على فكرة تصل احيانا 2 مليون جنيه طيب ازاي المشتري يعرف ان المحل ده مشارك في الاوكازيون وازاي يعرف ان النسب دي وهمية ولو اكتشف ان هي وهمية يعمل ايه طيب هو اول حاجة حرائك اول ما لقيت سادة التجار بياخدوا التصريح من سادة المدريين المدريات بيتوجهوا للمحل بتاعهم بيعلقوه دي جنب الكشير بس يكون في محل ظاهر يعني في مكان ظاهر الحاجة التانية بالنسبة للسادة المواطنين اللي بيدخل المحل لازم اتأكد ان فيه سعرين على كل كتاعة ودي احدى الاليات اللي احنا دايما بنلزم بيها التاجة اه يعني ما مكتوب هي كانت كام وبقت كام بالضبط اتعالي اه اوكي لازم السعرين دولت واحد مشتوب عليه اللي هو كان بيبيع عليه الشهر السابق والسعر اللي هو بيبيع عليه هنطلوتي بي احنا بنتأكد ازاي المعلومة دي اتحرك ان لازم نشوف البنية بتاعة البيع الشهر السابق ده هدفها الحاجة تي اتأكد من جدية النسب اللي هو حاطتها الحاجة التي انا بنتأكد ان البضاعة المعروضة دي هي هي نفس البضاعة اللي كانت معروضة من شهر السابق لان فيه بعض الاقوال السعيدة برضو في السوق انه ولك لا ده بعض التجار بيحطوا بضاعة مخصوص للوكازون اللي هي البضاعة الشيطة بالبلد يعني ايه لكن لا احنا بنتأكد ان البضاعة المعروضة دي هي بالفعل اللي كانت موجودة خلال الشهر السابق انا كمواطن حارف من ايه لا احنا احنا دي بقى المتاكد بقى معرفتنا احنا بقى الخبرة بتاعنا اه اه لكن اي عقبة بيوجهها السادة المواطنين لا فيه ارقام تليفونات ممكن يتواصل معنا واقرب حملة اقرب حملة مش لازم يجدنا اقرب حملة موجودة في مكان الشكوى بيتم التوجه له مباشرة من خلال الحملات الموجودة في السوق اما دلوقتي برضو يعني استكملا للموضوع ده انه دلوقتي ممكن التجار يعني موضوع الدعاية بتاعة الاوكازيون ممكن يبقى مختلف عن الحقيقي وده برضو جزء من مسألة التخفضات الوهمية يعني يعني ممكن يبقى حاطت انه انا دلوقتي عندي اوكازيون او عندي تخفضات لحد مثلا نسبة 50% بخش المحل بلا انه هو فعلا عنده لحد 50% بس 50% دي مثلا قطعة واحدة او حاجة واحدة والباقي كله مثلا 10% او 5% فهي ده هو مش بيكذب ولكن ولا بيغش انما هو شوية بيضلل يعني فكرة التخفيض انه هو اه انا عامل 50% انا بقول 50% وانا فعلا عندي 50% بس انما بتخش فعلا هو مش 50% يعني فرأي حضرتك في الموضوع ده يعني يتم مراقبته ازاي وهل هو صح ولا غلط اصلا احنا بنعتبر ده حريك سلوك مخادع وعقوبة السلوك المخادع في كنوحات المسالك عقوبة مغلزة بمعنى اذا ما حريك اشارتك كده ما يدفعش على قطعة واحدة وتحلي 50% وباقي القطعة اللي موجودة عندك حالات لمن 20% ل30% او 10% بس تقريبا منظم المحلات بتعمل كده يعني مثلا تكتب من بره تخفيضات تصل الى 50% تيجي تدخل تلاقيه عاملك كوان مثلا قد كده محدود قوي متعلق عليه حاجات اي كلام جدا يقولك هو ده بس اللي عليه الديسكاونت الباقي يبره الديسكاونت اصل الباقي نيو كولكشن يعني كلمة نيو كولكشن او يعني موضلات جديدة اه فيقولك لا دي موضلات جديدة فمعلهاش التخفيض توب خلينا اتفق حريك على حاجة اول حاجة هو الدخول في الاوكوزيون هو دخول اختياري وليس اجباري احنا مش جفjacين اي تاجي ندخل في الاوكوزيون و المحلات قطاع الخاصة دخلا في الموضوع بره قطاع الخاصة ده السوادي الاعظم المحلات اللي دخلا هي قطاع خاصة لكن طبع في قطاعات اخرى دخلا يعني قطاع الاعمال داخل قطاع التعاوني والاستثماري داخل بردو في الاوكوزيون ذا شريك أساسي معنا كمان دي جزاية الجزاية التانية يا فندم زي ما حريك أشارتي كده بيبقى عامل ننسب تغفرات على بعض القطع أو بعض البضاع اللي موجود عنده وجزء التاني مش حط عليه تغفضات طب الجزء التاني مش حط عليه تغفضات لازم يكون عليه حاطة يفطى إنه جزء دوك مفوش تغفضات لازم يعرف المواطن هذه الجزاية الجزاية دي مهمة جدا ده ما يتقلش بقى أنه تلاعب ده مش سلوك مخادع مش سلوك مخادع طبعا ما حطت يفطى على البضاعة دي إن داية مش داخل في الوقت طب يعني إيه تغفضات وهمية أنا مش فهم أقول لحقيق حطت نسبة 50% أو 60% تمام إحنا بنجد ندخل أول حاجة طب عشان نتاكد بس من جدية الناس بريد طب فين فوتر الشراء أو فوتر البيع من شهر سابق مش موجودة على طول دي نسبة وهمية دي عقوبة وتتراوح من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه لأن احنا بنعتبر على طول سلوك مخادع للسادة الموطنية الحاجة التانية برضو في بعض السادة المشترين والمستهلكين يقول لك أنا دروحت للمحل الفلاني ومخدتش منه فاتورة تمام بس هل يعني قاليت الضبط دي هل هي فعلا نكحة مع المحلات التجارية كلها يعني هل بالفعل لأنه هو المشتري مش هيبعارف القصة دي يعني مش هيقدر أنه هو يقول التاجر أو هيقول لا أحد في المحل تبوريني الفواتير بتاعت الشهر السابق المواطن نفسه أو المشتري هنا يعني يعمل إيه علشان يتأكد من القصة دي يعني خاصة أنه هو يعني مثلا إحنا الصورة اللي قدامنا دلوقتي يعني بالصدفة على الهواء اللي كانت الصورة اللي قبلية كانت مكتوب أب تو فيفتي برسنت يعني لحد خمسين في المية فهو هنا هو يعني هو ما خدعش يعني هو بس بيعمل تركاية معينة كده بحيث أنه يدخل الناس المحل وبعدين هو جوه لحد خمسين في المية دي بقى حاجات تتراوح بقى مثلا قطع قطعتين والباقي كله مثلا 10 في المية لحد 30 في المية أين كان طب خلينا حريك نتكلم في الجزية دي بالذات بيقدور شوائي احنا دائما وزارة التومين وعلى عصير معالي الدكتور أعلى مسالحي دائما بنراحنا على وعي المستهلك وحيطة الوعي دي تبقت منتشرة بصورة جميلة جدا عند جميع جميع السادر المستهلكين والموطنين حريك أشارت بس الجزية طب هو يعرف منين أن السادر دوت هو ده حقيق ولا مش حقيق معظم السادر المستهلكين دلوقتي بيبقى عارف هو حطت عينه على القطعة لو كان عايز شريها قبل فترة الأوكازيون وبيدخل خلال فترة الأوكازيون على نفس القطعة دي فهو كان عارف سعرها قد ايه أو كان كام قبل فترة الأوكازيون 200 جنيه طب دخل في الأوكازيون نفس القطعة دي تلقاها ب150 جنيه ده أعطاك أنه هو تخفيط حقيقي لكن لو لقاها ب240 جنيه لا هنا بقى مضلط أو لقاها بنفس السعر 200 جنيه لا ده مضلط ده صلوك مخايدة على طول ده بيدخل تحت طالق القانون دي بمنطقة البساطة السادة المواطنية قدار رأفوها ازاي بالنسبة لنا احنا بقى من خلال الألايات اللي أنا أشارت لها حضراتك الدولاتي اللي هي بقى فواتر الشراء وفواتر البيع من شهر السابق ونتأكد منها بشكل عام يعني إيه اللي حيوضع على المواطن إذا هو يعني أو المنفع اللي حتيجي حتيجي على المواطن لما يشارك فيه أنه يشتري فترة الأوكازيون هو من خلال الرصد اليومي بالنسبة لفترة الأوكازيون السابقة لان حاجة جميلة جدا أن معظم زبايا الأوكازيون هم من جميع الطبقات وليس بس محدود الدخل تيب حاجة جميلة جدا حقيقة لما تخل المحل بتلاقي الغاني والمتوسط والفقير في نفس المكان وكله بيشتري لكن الهدف الأعظم والأسمى بالنسبة الأوكازيون هو تخفيف العيب عن كهل السادة المواطنين وخاصة محدود الدخل طبعا كعادة وزارة التموين طبعا دي حاجة الحاجة الثانية حضرتك أنه لما يبلغ فيه أسعار مخفضة هو بيشتري كميات أعلى فيه بقى التنوع في المنتجات والزوء والألوان والموديلات دي الهدف من الأوكازيون الموديلات تبقى ممتاشرة جدا كتيرة أزواء كتيرة جدا أسعار متفوتة ولكن السادة الأعظم منها هي أسعار مخفضة طيب حيبقى شكله إيه ترى الأوكازيون السنة دي وخصوصا أنه يعني فيه محلات كتير في القطاع الخاص من وقت ما حصل موضوع حرب أوكرانيا محلاتهم فاضية تقريبا ما فيهاش بضاعة يعني لدرجة أنه ناس عملت تقولك ده فيه حاجات شتوي حطنها علشان الجمارك عليت عليهم فهم بضاعتهم محجوزة لسه ما أخدوهاش يعني فيه حاجة كده داخلية يعني بتخص التجار فيترى ده حيأثر زي على الأوكازيون لأن حضرتك ده على سيرت طبعا أن حضرتك ذكرت التنوع وفي الموديلات وحاجات كتير فكده بقى الموضوع محدود قوي طيب خلينا نبص الموضوع ده من جانب إيجابة أكتر مش ده في المصلحاتنا احنا كمنتجات محلية وكصناعة محلية طبعا إن المصانع بتاني تتشتغل؟ طبعا هو ده الهدف ده يعني يمكن رب دارة النفعة يمكن تقليل الإسترارات شوية هيدو فرصة لجميع المصانع لمجورها في مصر والمناطق الصناعية لمجورها في مصر بقى سواء العاشر أو ستة أكتوبر أو المناطق الصناعية اللي هي منتجرة في مصر دي إنها تشتغل فبالتالي هتنزل منتجاتها داخل السوق المصري وإحنا متأكدين أو شبه متأكدين إن المتجات دي بمواصفات قياسية عالمية ومواصفات قياسية مصرية لا وبالفعل في مركات عالمية بتتعمل هنا في مصر حتى باين في فرق السعر يعني هي سعرها بقى أحنين بالبلد دي كده شوية علينا بسبب إن هي فعلا متأفلة تقفيل ممتاز في مصر فده أورادي موجود يعني مصر قدرت كمان إن هي دي حاجة عظيمة يعني بتحصل وبالمناسبة كمان أنا هنرجع بس بالذكرات اللي سنة ماضية موضوع معرض أهل المدارس أهل المدارس ده حريق السنة اللي فاتت كانت 80% من المنتجات المعروضة في جوه المعرض هي منتجات محلية وده كتأول مرة تحصل يمكن بداية فعاليات المعرض أهل المدارس قبل كده كان دايماً 80% هي منتجات مستوردة معرض أهل المدارس السنة اللي فاتت حريق كان 80% بقى منه منتجات محلية يمكن دي أشياء بيها معالي دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى بيه مدبولي دكتور مصطفى مدبولي بل بالعكس كمان ده أكد على حتة دية أن احنا ده نستمر في زيادة هذه للنسبة صح هذه حاجة جميلة جداً يعني أنت أتمنى أن يكون منتجات موجودة في السوق كلها هي منتجات محلية الصنع الصنع في جمهورية مصر العربية طبعا أعتقد كمان بقى فيه دلوقتي قبال كمان أكتر من قبل كده يعني نحن كنا دايماً معظم المستهلكين أو المشتري دايماً يحب يروح للمستورة شوية دلوقتي يبقى يعني لا ما عندهش مشكلة دلوقتي أنه هو لا يشوف الحاجة المحلية لأنه هي يعني الجودة أعتقد بقت بتنافس جودة المستورة دايماً أنا أشكرك عن نقطة دايماً بأن دوره زلطة تموين ممثلة في الرقابة إحنا مش دورنا بس حركة دور رقابية لا إحنا دورنا برضو حركة توعوي بمعنى إحنا بنحاول برضو نوعي السادة المستهلكين إن إحنا مش بنرأب بس على الأسعار إحنا بنرأب على جودة المنتج وعندنا فيها جهزة كفيلة جداً مجرورة في مصر تكتشف عما إذا جاد هذا المنتج جيد الصنع أم لا مش جاد الصنع ببغن ذكر أسماء يعني إحنا مثلاً نقدر نقول كده للمواطن إذا تعال عليك الدولار فأهنه بالمنتج المصري تمام أنا متفق مع حضراتك في المطولة دي يعني خليني أقولك إنه حتى ده عن تجربة حتى في الأدوية أنا يعني بقيت بأقصد إن أنا أتصل بالصيدالية أقول لا أنا عايز المصري بتاع ده لأنه فعلاً حتى الأدوية المستوردة المصري بتاعها كفاءته عالية جداً مادة الفعالة بتاعتها كويسة جداً لكن برضو خليني أرجع تاني لموضوع الظروف بتاعت الحرب بين أوكرانيا وروسيا دي برضو إنه بيجي المصنع المصري مثلاً يقولك طب ما هو أنا المواد الخام اللي أنا بحتاجها بتبقى مستوردة طب ما هي برضو غلية مع غلوه العملة فده بقى حيخليه إزاي يعرف عبل ما توصل البضاعة أو التصنيق المصنع ده الحاجة المتصنعة دي للتاجر إنه يعرف يعمل أكازيون ويطلع مكسابه في نفس الوقت يعني زي ده هيقصر هي سلسلة صلاهم مع حلقات مرتبطة ببعا هي حلقات حلقات بالضبط بس حريك إحنا مش في مدينة فضلة إحنا جزء من العالم اللي هو تقصر بتدعيات الحرب بين أوكرانيا ولكن في تحريك أسعار آه فعلا في تحريك أسعار ولكن الدولة بتعمل جاهدة في سبيات هذا الأسعار أو على الأقل ما يبقاش فيه تفارات أو فيه شطط فيه أو مبلغة فيه الأسعار دي من خلال الرقابة من خلال توفير وسائل مناسبة لدي السنة المصنعين والتجار إن هم برضو الأسعار بتعمل تكون فيه متناول أيدي المواطن المصري البسيط اللي هو هدف الحكومة وهدف وزارة التنموين وده إحنا ممكن بدنا نشغل عليها ليلة ونهار الحاجة بقى اللي أهم من كده حريك واللي دائماً بتراهن عليها وزارة التنموين المصالة في معالي الدكتورة علي المصالحة على وحي المواطن المصري إذا نشدنا وأردنا إصلاحها للسوق المصري فالموضوع كله بيبقى بإيد المستهلك لأن المستهلك دوره رقابي قبلنا أتمنى من جميع السادة المستهلكين أنهم لا يتبطئوا في الاتصال بنا في حالة وجود أي شكوى أو في وجود شطط في الأسعار المبلغة في الأسعار الأول خط الساخن؟ في خط ساخن؟ في خط أرضي موجود جوه وزارة التنموين الفندم ممكن أقول لحضراكم 279-4-2683 ده خط أرضي داخل الدارة اللي أنا بشوف برعاستها ممكن حضراك تقوله تاني آه تحت أمر 279-4-2683 يعني دي نقطة مهمة جدا وحضراك لو تقدر كمان تطمن المشتري والمواطنين أنه لأنه يعني ساعات إحنا لما بنخش مكان ونلاقي حاجة مش كويسة ممكن نكسل شوية أن إحنا نقدم الشكوى لأنه ممكن أحس أن أنا ما هو مش هيحصل حاجة فلو حضرتك تطمن الناس أنه لأ الشكوى دي هيتم فعلا النظر فيها وهيتم الاهتمام بكل شكوى لكل مواطن أولا حضراك لما استجدنا مهمة جدا يمكن حضراك إحنا دي بلقيها عندنا إحنا أو رد فعلها عالي جدا عندنا بالنسبة للسيد المواطن اللي بيجي يشتكي محلة أو بيشتكي مشروع أو بيشتكي مصنع أنه تضل بضاعة رديئة أو بضاعة عالية في السعر شوية لك أنت هتخيل حركة كم الشكوى إحنا بنا لقيه من السادة المواطنين دي بتسعيدنا جدا لأننا دي قدرنا نجيب له حقه من هذا التاجر الشبه جاشعة شوية ولكن خلنا نتفك على حاجة أنا معظم التجار هم ناس محترمة جدا ناس شرفاء داخلين في التنمية المستدامة لمصر في التنمية المستدامة لمصر بطريقة جميلة جدا لكن في بعض القلة اللي ما زالوا إن شاء الله يدخلوا دم الأسرب اللي هو هدفه الأساسي حماية الاقتصاد الوطن دي حاجة الحاجة الثانية إن إحنا برضو في عندنا جزء في الإدارة العامة اللي هي جزء من الوزارة التنمية بنشتغله هي حماية العلامة التجارية اللي مجور في مصر حرف حريك أن العلامة التجارية لأي مستثمر أجنبي عايزة تستثمر أمواله جوه مصر دي نمره واحد بالنسبال وحريك تتطفق معي أن رأس المال جبان لو ملقاش ليه الحماية الكافية مش هيدا اللي يستثمر في مصر طبعا الحمد لله رب العالمين بيتعافينا عند ربين وبوجود السادة الزملاء والمديريات اللي بتعاونين معنا قدرنا نشعل في الموضوع ده بطريقة جميلة جدا لا قد اعجاب المستثمرين سواء الأجانب أو المصرية وده موضوع مهم جدا أنا بيسعدني اللي ما بلقيه جواب شكر جالي من شركة عالمية إنه إحنا قدرنا نجيب له حق طيب هل التسوق عبر الإنترنت يخضع لهذا الشكاوى دي للوزارة التموين يعني لو أنا في أي موقع بيبيع بضع على النات وطلبتها وطلعت إن هي مش مظبوطة أبلغ عنهم الرقم ده ولا دول خارجين بره في رقم تاني في رقم تاني حرايك برده هو خاص بجهاز حماية المسالك وفيه بروتوكول تعاونة بين بمحس الإنترنت ووجهاز حماية المسالك في هذا الصدد وفيه شكاوى بتتعامل وفيه شكاوى بيتم حلها مباشرة كمان يعني من خلال أي صفحة أشتري منها حاجات من على الانترنت أو الانترنت أبلغ عنها على طول 19 588 19 588 طيب نشكر لك شكرا جزيلا مرسي قوي قوي أستاذ أحمد أبو الفاضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة الصلاعية والمعاملات التجارية وبنشكرك على التوضيح شكرا موصول لحضراتك وجميع سادة مشاهدين نورتنا يا فن الله يخلي جنورك فن هنطلع لفصل وباكين نرجع لكم بفكرتنا التانية خليكم معنا